السلام عليكم إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع زيادة نمو المزروعات أو النباتات بصفات عامة كذلك سوف نتحدث عن دور الهوميك أسيد لماذا نستعمل وما هو دوره وكيفية التعامل معه إن شاء الله بالنسبة للإخوان الذين يعانون بمشكلة خاصة في التربة الفقيرة كالتربة الرملية سوف نتحدث عن أفضل طريقة وأفضل مادة التي يمكنك استعمالها لزيادة نمو بدون أي مشكل كما تلاحظون مع الإخوان سوف نتحدث عن الهوميك أسيد فهو غني عن التعريف يجب الحرص على استعمال هذه المادة وخاصة في التربة الفقيرة التي تعاني من نقص العناصر الأساسية المغدية للنباتات سوف نتحدث عن دور الهوميك أسيد وكيفية التعامل معه والتسميدي إن شاء الله كما تلاحظون مع الإخوان بالنسبة للهوميك أسيد ينحضر من تقريبا من نوعان النوع الأول على شكل حبيبات وكذلك النوع الثاني كذلك على شكل سائل من الأفضل استعمال النوع السائل كما كنتلاحظون مع الإخوان غدا نقوموا بتسميده بالنسبة للبطق أحمر يمكنك استعمال الأشجار المثبرة التي تعاني من الضعف وكذلك الخضروات كذلك النباتات وخاصة في التربة الفقيرة التي تعاني من مشكلة في النقص العناصر الأساسية كذلك كما تلاحظون مع الإخوان سوف نتحدث عن مساحة هكتار واحد من المزرعات يمكنك استعمال ملعقة كأسئلة آخر عليها حسب المساحة التي تريد تسميدها أو تمريرها بالنسبة للهوميك أسيد سوف نتحدث عن مساحة هكتار واحد من زيرات البطق الأحمر بالنسبة للزيرات البطق الأحمر سوف نتحدث عن 3 لترات لكل هكتار كما تلاحظون مع الإخوان فهي مادة ليس مدارة للصحة وكذلك يمكنك استعمال الزرعات العضوية كذلك كما تلاحظون فهي غير مدارة بالعكس فهي تساعد النباتات على انتصاص العناصر الموجودة في التربة وكذلك تقوم بتفكيكها فهي صراحة لها العديد من الأطوار وكذلك تساعد النبات على مقاوماتها الملوحة كذلك متواجدة في التربة وكذلك في الماء كما تلاحظون مع الإخوان سوف نقوم بسكب لتر واحد تقريبا في مئة لتر من الماء وقد نقوم بتمريرها مباشرة ويمكنك استعمال الأشجار المتبيرة كالأفوكادو والحمدية بالنسبة طريقة الاستعمال يفضل استعماله مرتين في الشهر أفضل وكما كنتلاحظون معي الإخوان بالنسبة للإخوان الذين يعانون مشكل بالرغم التسميد العناصر كالبوتاسيو والنيتروجين إلا أنها نتيجة غير مرضية سوف تستعمل الهوميكاسيو سوف تلاحظ الفرق الكبير لأنه صراحة يساعد نبات على إنتاج أكثر عدد من الشعارات فهو صراحة يعطي دور كبير فعال بالنسبة للجدور النباتات بصفات عامة كالأشجار كالخضروات أي نبات يساعد على تحفيز إنبات عدد كبير من الشعارات وكذلك يساعد على الامتصاص أكثر عناصر المغذية للنباتات في التربة وكذلك تقريبها ومساعدة النبات على النمو وكذلك مقاومة للمروحة كما تلاحظون مع الإخوان نقوم بتمرير مباشرة في الصقي بالتنقيت وكذلك يمكنك رشه مباشرة على الأشجار المتميرة في الماء وكذلك بالنسبة للإخوان الذين لا يمتلكون تشييزات كالسقي بالتنقيت إلى آخر كما تلاحظون مع الإخوان نقوم بتمرير البطيق الأحمر كما كنت تلاحظو معي بالنسبة للبطيق الأحمر سوف نستعمل مرتين في الشعر بالنسبة لبطق الأحمر يحتاج تقريبا ثلاث مرات ثلاثين عفوا ثلاث شهور سوف نستعمله تقريبا ستة مرات فهي أفضل طريقة كما تلاحظون مع إخوان يمكنك شراء لتر لتران أو لتر على حسب رغبة الفلاح أو رغبة المزاعر فهو صراحة له العديد من الأدوار فينصح استعماله خاصة الإخوان الذين يستعملوا أسميدة كيميائية بكثرة فهو صراحة يعطي نتيجة فعالة كما تلاحظون مع إخوان بالنسبة للجذور يقويها وكذلك يساعد على الامتصاص أكثر للعناصر المتواجدة في التربة والتي لا يستطيع الجذر أو شعارة الجذرية امتصاصها كما تلاحظون الإخوان معي على هذا الشكل صراحة أفضل شيء الذي يمكنك استعمال من مزرعاتك وخاصة في التربة الفقيرة التي تعاني من نقص في العناصر وبالنسبة للتربة الملوحة والمرتافعة فيها كذلك أو المياه مرتفعة وبالتوفق للعمل إخوان المزارعين ترجمة نانسي قنقر